تحرك حكومي سريع في إقليم كردستان بعد الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا ووصلت ارتداداتها إلى محافظات الإقليم يتضمن التحرك الحكومي تجديد الإجراءات على إنشاء الأبنية والأبراج السكنية بما يراعي المعايير الدولية للحماية من الزلازل هناك إجراءات جديدة ستتخذ بخصوص فحص المشاريع القديمة وما يخص البنات الجديدة هناك كود واستندرات ستخضع لإجراءات والتفتيش وفحص عقدت الجهات الحكومية عدة اجتماعات كانت نتائجها تتمثل في تشكيل لجنة موسعة تتكون من وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار والمحافظة إضافة إلى تشكيل لجان فرعية من قبل الجهات المعنية مهمة هذه اللجان ستكون تقييم الأبنية ومراقبة عمليات بناء المجامعات السكنية الحديثة وكتابة تقارير عن مدى قدرة هذه الأبنية على تحمل الزلازل مراحل تنفيذ الأبنية جميع الأبنية سواء كانت أبنية واطئة الارتفاع أو أبنية عالية الارتفاع متعددة طوابخ جسور بالمرحلة الأولى وهي المرحلة المهمة هي مرحلة التصميم لذلك على المصمم الإنشائي الالتزام الالتزام تام بالاشتراطات الموجودة بالمدونات والمواصفات الحندسية سواء كانت اشتراطات محلية أو اشتراطات عالمية تؤكد حكومة الإقليم أن معظم الأبنية السكنية غير معرضة لخطر الانهيار بسبب الزلازل لكنها تقول أيضا أن هناك مشاكل صغيرة في بعض الأبنية قابلة للحل من خلال اللجان المختصة التي قامت بتشكيلها علي زيتو قناة دجلة أربيل اشتركوا في القناة